بسم الله الرحمن الرحيم احنا بناخد بعض الاجزاء من الكود الامريكي بيش بناخد الكود كله فعجبتني حتة هنا كويسة جدا اللي هي خاصة في المينموم بيم الجزء الخاص بالكبابلتي ماتيورتي موديل او تقييم من دوج البيم عملنا كذا مشروع وعايز اقيم البيم في المشروع دوت هل هو كويس هل هو وحش هل في حاجات نقصة تمام ففي ملف اكسيل موجودة ده هتحمله من اسفل الفيديو في الديسكريبشن الملف اكسيل دوت بسيط جدا هو بيقول لي في بعض النقاط اللي هي هتأثر على التقييم تمام يعني مثلا live cycle views change management rules business process الحاجات ديت وليها وزن في بعض الحاجات ممكن تكون مهمة اوي فهداها مثلا الدرجة اللي هتطلع لو انا اخذت فيها 100% اضربها او 6% في حاجات مثلا بش مهم قوي مديها مثلا 4% فلو انت خذت فيها الدرجة النهائية هتتدرب في 4% طيب هنا بيقول لي مثلا live cycle بيقول لي انت عندك هنا كذا حاجة ده هنا اللي فوق خالص دوت ده ما عنديش اصلا no complete project فسر ما عنديش مشروع كامل عشان نعمل عليه live cycle views اللي قدر عندي البيانيج design ده add construction supply include construction supply تبدل تطلع لحد ما توصل لاخر حاجة اللي هو supply external وهكذا النقط اللي بعديها مثلا change management ده انا ما عنديش itil implementation ما عنديش full control تبدل تشوف ايه الحاجات اللي عندك انت مثلا هنا في الشركة تستحق full optimization فهتاخد ال 9% كاملة وينبقى بيبدأ يديك التقييم بتاعك من كام لكام هتاخد الدرجة الفلانية يعني مثلا ممكن تكون انت مثلا من جيت هنا عملت ايه 49% 49% ده minimum BIM كده انت الشركة بتاعتك بدأت تحط على اول طريق الاول كانش فيه بيم خالص لو الحاجات تتعدلت اكتر هتلاقي نفسك انت certified silver gold طيب في بعض النقط بكرة يكون نقاوة فيها وبعض النقط ضعيف فيها فباجي هنا بيقول لي هنا ده انت قاوة جدا في النقطة مثلا ifc support بس ضعيف جدا مثلا في capability graphic information عندك فيه نقص فيه فتبدأ تشوف النقطة الهلوة والنقطة الوحشة هتبدأ تشوف مستوى الشركة تحتك هنا الحاجات اللي هي موجودة في الاول موجودة هنا بقى بالتفصيل تمام انت بتبدأ تشوف مثلا انت بال data ديت مثلا انت مكانك هنا مثلا بتروح معلم عليها life cycle views مكانك هنا مثلا فتبع عارف ايه الحاجة اللي عندك وايه الحاجة اللي نقصة تمام وان شاء الله في مجالة بهم اربية ترجمنا حاجة كترة من الحاجات ديت وبنزبط فتابع اليوتيوب وتابع المجلة هتلاقي ان شاء الله اي حاجة بش واضحة هنبدأ نشرحها ونوضحها بإذن الله تمام يعني مثلا graphic information بيبدأ يقول ايه لو انت عندك graphic information ما عندكش technical graphic يبقى انت في المستوى الواحد واحد ده يعني اقل حاجة بعدك هتطلع لبعدي 2D 2D انت عندك 2D هو في بعض المصالحات اللي مش روحات حايرة في الجدول يعني مثلا بتلاقي هو مثلا اقل لك هنا جزء من البيم وبعد يقل قليلة من البيم ففي بعض المصالحات محتاجة توضيع بالصف المجمل الجدول كويس وممتاز بحيث تعرف انت فين وراح فين ونزلنا على جامعة